ترأس معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الحادية والعشرين للمجلس في دولة العقاد الأول من الفصل التشريعي السادس وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يتم اختار المجلس بالرسائل الواردة من مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن الخدمات الجوية فيما تم اختار المجلس بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرر إلى القانون رقم 17 لسنة 2007 بشأن التدريب المهني وتمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع اختار لجنة الشؤون التشرعية والقانونية والذي يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين من حيث إفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد لبداية حياتهم العملية مبكرا بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص ومن ثم تم أخذ الرأي نهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار المرافق للمرسوم رقم 43 لسنة 2022 بعدها انتلقى للمجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية أرتمس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية المرافق للمرسوم رقم 17 لسنة 2022 اهتمام مستمر من قبل مجلس الشورى بشتى المواضيع والاتفاقيات والقوانين التي تصب في صالح الوطني والمواطن فخلال هذه الجلسة تمت الموافقة على مشروع قانون اتفاقية أرتمس التي تعكس استراتيجية المملكة المعززة لعلوم الفضاء ورؤيتها المستقبلية من الناحية العلمية والتعليمية اتفاقية أرتمس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية تأتي لتوفير فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء والإسهام في تبادل المعلومات والخبرات بين الدول العضاء والمشاركة في مشاريع ذات جدوى معرفية واقتصادية ولتحقيق مملكة البحرين رؤيتها المستقبلية لتبوء مركز متقدم في قطاع الفضاء هذه الاتفاقية تتمشى مع مبادئ مملكة البحرين بالبحث العلمي في نفس الوقت في مجال استكشاف الفضاء للبحث العلمي وفي نفس الوقت عندنا الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء هي المخولة بتنفيذ هذه الاتفاقية وتتمشى كذلك مع استراتيجية البحرين للتنمية المستدامة وكذلك استراتيجية البحرين للبحث العلمي والتعليم العالي وفي نفس الوقت مع رؤية البحرين وتعتبر اتفاقية أرتميس التابعة للوكالة الأمريكية للفضاء ناسا من الاتفاقيات الهمة حيث يهدف برنامج أرتميس إلى إرسال رواد فضاء بما في ذلك إرسال أول امرأة إلى القمر بحلول عام 2024 وإيجاد رؤية دولية مشتركة لتعزيز حكمة الاستكشاف المدني في الفضاء وتطبيقها على الأنشطة الفضائية المدنية واستغلال الفضاء الخارجي في البحرين إن شاء الله بجهود الهيئة الوطنية العلم الفضاء نستطيع أن نستفيد من هذه الاتفاقية في البحث السلمي وفي نفس الوقت أعداد كادر بحريني مؤهل لاستكشاف الفضاء وفي نفس الوقت تأهيلهم تأهيلا كاملا لمتابعة هذه التطورات وإعداد كادر لإرسال رواد فضاء مستقبل خطوة مستمرة لمملكة البحرين تعزز من دورها ومكانتها على الصعيد الدولي من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية في مجال علوم الفضاء من خلال اتفاقية أرتميس التي سيتم من خلالها تنفيذ الأبحاث والمشاريع العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات والاستثمار في قطاع الفضاء شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شوق العثمان لمركز الأخبار 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 شوق العثم لمركز الأخبار شوق العثم لمركز الأخبار شكرا